موسيقى مجزو الأنباء من قناة المرابطون حياكم الله احتج العشرات من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا أمام الجمعية الوطنية بنواكشوب مطالبين بعدم التصويت على مشروع القانون رقم صفر أذماني واربعين أصادر ألفين وسبعة والمتعلق بمناهضة التعذيب والاسترقاق قبل إدخال التعديلات عليه ودع المحتجون السلطات الموريتانية إلى الإسراع بإطلاق صراح رئيسها بيراما ولداه والعبيدي ونائبه إبراهيم والبلال يتوصل بالعصم نواكشوت ملتقى حول إدماج التكييف مع التغيرات المناخية في سياسات وبرامج التنمية ويشارك في ملتقى خبراء موريتانيون وأجانب ويبحث الملتقى الإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأذيراتها على البيئة في موريتانيا قال وزير المالية المختار ولدجاي إن الوضع الموريتاني مستقر ماليا ولا يتعرض لأي اهتزاز وإن كل المؤشرات تدل على ذلك شاء تصريح ولدجاي ضمن إجابته على مسألة تقدم بها عضو مجلس الشوخ الموريتاني محمد والغداء وكان السيناتور محمد والغداء قد تقدم بسؤال لوزير المالية الموريتاني المختار ولدجاي بخصوص ما أسماه الإختلاسات المالية المتكررة من الخزينة العمومية ما أظهرها شاشة الوضع المالي وضعفا على مستوى الرقابة وفق والغداء صدق نواب الجمعية الوطنية في نواكشوت على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون مدونة المحروقات الخام وقال وزير البترولي والطاقة والمعادن أحمد سالم ول البشير إن تطبيق مدونة المحروقات أظهر حاجتها لتعديل بعض المواد والبشير أشاد كذلك بالإنجازات التي قال إنها تحققت على مستوى محطات الكهرباء في نواكشوت يمكنكم إذن مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة دائما على الشاشة الرابعة موجز إخباري من المرابطون أمين الله